قبل التفاصيل بداية بهذا الخبر وانتكاسة جديدة لجبهة البوليساريو ولمناصرها في إسبانيا حيث وجهت لهم العدالة في الدولة الإبيرية وجهت لهم صفعة جديدة بحضرها استخدام شعاراتهم وأعلامهم في الأماكن العامة ومنعت المحكمة العليا الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد منعت الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام غير الرسمية أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها المزيد من التفاصيل في تقرير ملك مهراش استخدام شعارات الانفصاليين وأعلام جبهة البوليساريو يحضر في الأماكن العامة بإسبانيا بقرار من أعلى هيئة قضائية في البلاد المحكمة العليا الإسبانية منعت لاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام غير الرسمية أو أي تعبير سياسي آخر سواء داخل المباني العامة أو خارجها ويوضح قرار المحكمة أن استخدام الأعلام والشعارات والرموز غير الرسمية مثل تلك التي يستخدمها انفصاليو والبوليساريو في المباني والأماكن العامة يتعارض مع الإطار الدستوري والقوانين الجاري العمل بها في البلاد كما لا ينسجم مع وجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات الإسبانية ويرد ضمن القرار الصادر عن المحكمة العليا أنه لا يجب أن يكون علم البوليساريو إلى جانب علم إسبانيا والأعلام الأخرى القانونية ويشير إلى أن هذا المنع يضع نقطة نهاية لممارسات بعيدة كل البعد عن الأعراف السياسية في بلد ديمقراطي مثل إسبانيا قرار يشكل انتكاسة جديدة للبوليساريو ومناصريها في البلاد إذ تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من صفعة أخرى قوية تلقتها الجبهة للفصالية في نهاية الشهر المنصرم بعدما نشرت وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية في حسابها على موقع التواصل للشماعي تويتر بمناسبة الاحتفاء بيوم إفريقيا نشرت خريطة لإفريقيا تتضمن الدول الأعضاء رسميا في الاتحاد الإفريقي دون الكيان المزعومة وتأتي هذه الخطوات في انسجام مع الموقف الذي عبرت عنه مدريد أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة في شتنبر الماضي في دفاعها عن مركزية دول الأمم المتحدة في عملية التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية الأمر الذي يعمق من عزلة الجبهة الانفصالية داخل المنتظم الدولي